شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة إعادة إعمار المدن والمنى التحتية من جسور ومراكز إيواء فضلا عن الخدمات لكي يعود النازحون إلى مناطقهم بشكل آمن صالح غرد على موقعه في تويتر بتعزية أهل الضحايا الذين قضوا في السيولي والفيضانات التي أصابت محافظات صلاح الدين ونينوى وديالة والبصرة والمثنى وذقار موضح أن وفاة الأطفال في مخيمات نزوحة واشتياح السيولي لهم يجسد معاناة طالت في بلد الخير وشدد صالح على يد رئيس الوزراء لتجاوبه العاجل لمواجهة الكارثة